جمعة مبارح كتب مقال في الفورنبوليسي كتب مقال تاني بيقول فيه ايه؟ بيقول في المقال ان مصر مكنمع الافلس ايه؟ اهو؟ بيقول انه ادي المقال ودي جايبين صورة الرئيس وبيكلم مع كريستين لاجارب صورة في المجلة فورنبوليسي شيل يا والد شيل بيقول انه الاقتصاد المصري اقتصاد رغم انه الجهات الدولية بتشيد بالتجربة ورغم انه الشركات الدولية بتقول ان مصر واحة امنة للانستثمار هو بيقول في دات المقال الا انه ده كل واحد والبلد دي هتفلس والمشروعات الضخمة اللي موجودة دي مش لقيين فلوس وبيحصل 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 انا شايف كلام فارغ يعني انا ما اهتمتش والله قرأت المقال فلم اهتم نظرا لتفاهة من كتب ونظرا للخطأ الاخطاء الكاملة التامة كاملة الاوصاف في المقال وانا ازعم دايما ان بفهمشيها في الاقتصاد فليدي كلام كله كلام فارغ عبارة عن مكيدة مكيدة وعبارة عن كلام واحد بلنا موجود ومعنوا بوزير الاستثمار فما اهتمتش لكن اللي خلاني اهتم لقيت في اهتمام بالمقال على السوشيال ميديا ايه يا عم قالك دا الموضوع وخطيط لوزير الاستثمار بيقول مصر على شافة الافلاز فقلت لأ ما فيه ما بدهاش نتكلم فيه في البرنامج لانه انا عايز اقول لكم ان الكلام اللي موجود بقول لبقى اساتزة الفيسبوك والتويتر والاستجرام وبهيدن حسن وحمد محسوب والاخ بقول لكل الناس دي يا جماعة الخير هذا الرأي صدر من غير مختص صدر من واحد جاهل جهول الولد يحيا بتاع خيرة الشاطر دا لا يفقى شيء في الاقتصاد لا يفقى شيء في الاستثمار رجل لا علاقة له بالاقتصاد والاستثمار لكنه كان هو الوجهة بتاع خيرة الشاطر لما يتكلم للأسف الشريد بيحمل اسم ولا لقب وزير استثمار فبيتكلم فانتزة ياخد منه قبل كده تنبأ ان الدولار هيبقى بخمسين الدولار دلقتي بينزل يا جائل وصل الدولار سبعتاشر وستاشر